إمتى إمتى الشخص اللي بيعاني من السمنة بيبقى مدبر ومقدموش بديل عن إجراء عملية جراحية؟ تماماً، سؤال دهائي تحويل مصار أو تكميم أو بلونة أو الكلام ده كله دوت بقى يعني أنا باعتبره الشخص اللي هو يائس يائس تماماً من الموضوع المفروض إن أنا مالجأش للموضوع ده إلا زا فعلاً جربت كل حاجة حتى الوسائل الطبيعية زي الباستا والكلام ده أبتدي بعدها أفكر في حاجة زي كده فأنا يعني ما بحبش العمليات الجراحية أكيد حضيك سمعت عن ناس كتير وحتى منهم فنانين على فكرة أوفاهم الله أثناء عمليات زي دي وفيه ناس زبطت معهم وناس ما زبطتش وناس توفت بالزبط وناس بعد العمليات حياتها النفسية بيحصل اضطرابات يعني أنا أعرف ناس شخصياً بعد العمليات من هذا القبيل لا الشخصية غيرت خالص يعني بعد مثلاً ما كانوا شخصيتهم طيبة مش عارفة تحس أنهم بقوا عدوانين شوية تحس ليه بيحصل تغيرات لأن نتيجة أنها جعانة طول الوقت يعني هي طول الوقت جعانة فعايزة تاكل فهي محققتش برضو اللي هي عايزة يعني عايزة تاكل بس مكلتش لأن معدتها مش مليانة إنما البستا بيملالي المعدة فأنا بحس بالشبعة أنا الفكرة كلها فإن أنا أحس بالشبعة حديدك قلت من ضمن مكوناته من ضمن الحاجات اللي قلتيها قلتي الشوفان بالضبط والشوفان من الحاجات اللي بتتقال في الحالتين وبيتنصح بيها للاتنين لللي عايز يزيد واللي عايز يخس تماما حلو قوي وعلى فكرة ناسك مواطعة والتونة برضو بتتقال للاتنين صح صح دي حقيقة الشوفان الفكرة أنه هو بينفش في البطن خلاص فهو بيعمل لي إحساس بالشبع فكده لو أنا عايزة خسي بقى أنا أخد شوفان حلو طيب لو أنا بقى أخدت من الشوفان كميات كبيرة أكتر من الجرعة المفروض أن أنا أخدها في اليوم أو الكمية اللي المفروض أيوة يبتدي بقى منقاء عمال أم للبطن أم للبطن بس وصلت المرحلة أنه خلاص بيأخد أكتر من احتياجي فبرضو الفائد هيخزن لدهون ونتخن هي دي الفكرة كلها فإذا الشوفان ممكن يخسس لو استخدم بطريقة وممكن يتخن لو استخدم بطريقة تانية اللي بيعاني برضو من السمن هل يعتمد بالكامل على إرادته هو شخصيا ولا بيضطر في بعض الأحيان للجوء لي علاجات معينة ومكملات أو أيا كان المسمى والله أنا بفضل أن أنا ألجأ لحد لأن أنا مؤمنة بحتة إدي العيش لخبزه أنا دلوقتي لما حضرتك تيجيلي سواء أنا بقى دكتورة مثلا نفسية لو عندك اتراب في الشهية أو حاجة تعليلي وأنا أشوف إيه الموضوع أنا ممكن أعالج الاكتئاب أعالج التوتر الموضوع يتحسن في الشهية تمام؟ طيب واحد ما عندوش أي حاجة من الكلام دوت وهو خلاص يعني لا عنده اكتئاب ولا عنده توتر بس هو طبيعته كده نهر عمالة تعمل في محشي وعمالة تعمل في حمام محمر وبط ووز ويجيبوا الوز مش عارف من البلد وكلام ده على فكرة كولتشر ده ده في الدكتورة أنا أعرف ناس عندنا يعني بدون طبعا ذكر أسامي عندهم البط والوز ده عشق يعني أصلا خلاجها من حاجة حتى برضو كنت بقولها من شوية الأكل بطبيعة الحال من مباهج الحياة بالزبط من الحاجات الحلوة في الحياة بالزبط بالزبط يعني ده هي الجنة في القرآن بيقول إيه صح أو لا؟ فإذا فعلا الأكل كده بس الفكرة إيه؟ إن إحنا في الدنيا بقى عايزين ناكل كميات قليلة عشان شكلنا يبقى حلو لأن إحنا ما حدش قال لنا في الأخرة إن إحنا ده هيتخن ولا مش هيتخن إحنا خلينا على مستوى الدنيا